تحياتي صمرت بطولة أمم أفريقيا أمام كورونا أمام ضغط الأنديل الأوروبية وأقيمت في الكاميرون كما وعد الاتحاد الأفريقي لكرت القدم وكل ما جاءت بطولة قرية كبيرة كل ما جاءتنا الذكريات شو شفنا زمان وشو بنتذكر واليوم في حلقة توب فايف حلقة شخصية بدي أتذكر وأحاول معكم وأشارك معكم لما أغمض عيوني وأقول أمم أفريقيا شو أول الأحداث اللي بتيجي عراسي منها من اللي شاهدتها منذ بداية مشاهدتي للبطولة الأفريقية حبلش أشارككم وحدة وحدة بس خلال ذلك بتمنى منكم تتركوا لايك على الفيديو تشتركوا بالقناة لازم أوضح أنه كثير من تفاصيل أو ذاكرتي في أمم أفريقيا مصرية لأنه مصر سيطرت لسنوات طويلة بس عشان ما نقلب الحلقة ثلاثة أربع نقاط عن مصر حنخلي نقطة واحدة مصرية والباقي نوع فيهم من ذكريات بتستاهل تنذكر مع كل بطولة أمم أفريقيا ونبدأ مع الذكرة التي لن تتكرر في كرت القلم الأفريقية ولا العالمية لاعب الشخص المفضل في تاريخ البطولة أفضل احتياطي في تاريخ كرت القلم بلا نقاش خلال بطولة وحدة مش لأنه دخل وسجل هدف في المباراة النهائية لا لأنه كل ما دخل خلال البطولة من الدور الأول للنهائي سجل ضد نيجيريا ومع موزنبيقو بعدها مع الكاميرون في الوقت الإضافي ثم هز شباك الجزائر وحقق هدف البطولة في مرمغانا في المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا 2010 محمد ناجي جده هدف البطولة وهو احتياطي جالب اللقب وهو احتياطي والفائز بجائزة اكتشاف البطولة لتلك النسخة جده أكيد من الذكريات النادرة في أمم أفريقيا كل واحد شاهد بطولة 2010 فهد شيء لم يحدث على الأغلب في تاريخ كرت القدم وربما لن يحدث لسنوات كثيرة ونروح على ذكرى ثانية وخلونا نرجع شوي لورق 1994 بطولة أمم أفريقيا جاءت والمنتخب النجيري القوي جدا هو المرشح الأول للفوز فيها قبلها وفي الثلاث تسعين كان فيه كارثة عم بمر فيها المنتخب الزامبي لكرت القدم كان رايح يلعب مع السينيغال لكن الطيار كان مرهق مش ماخذ راحة ولا إجازة له فترة طويلة تعطل معاه هو طاير أحد محركات الطائرة تحت التوتر تحت الإرهاق كبس طفة المحرك الغلط فسقطت الطائرة ومات معها جميع أعضاء المنتخب الزامبي اللي كانوا على متن الطائرة ذهبت الطائرة وذهب معها معظم أعضاء المنتخب الزامبي الأساسيين في تلك الفترة فجاءت أمم أفريقيا 94 ما فيش توقعات من ذلك المنتخب اللي انتهى قبلها بشهور لكن ردة الفعل كانت للتاريخ زامبيا بتروح للمباراة النهائية وبتواجه منتخب نيجيريا اللي ربما يكون أقوى منتخب أفريقيا عرفة كورت القدم منتخب رشيد يقيمي أمونيكي اللي عمل بكأس العالم العجايب زي ما بنذكر بعدها بأشهر ولكن اتقدمت زامبيا بعد ثلاث دقائق بس وتقدمت واحد سفر بعدها تعادلت نيجيريا وسجلت الفوز 2 واحد وفي الدقائق الأخيرة الزامبيا وضعت نيجيريا في مناطقها وهزت القائم وهزت العارضة كثير ذكرياتي عن ذلك اللقاء عن تعاطف جميع اللي بيحضروا حولي مع زامبيا ما عنا مش عارفين مين هدول ومين هدول وقتها بكرت القدم لكن كان فيه تعاطف مع الحل الإنساني اللي بتعيشها زامبيا أذكر بيليه كان موجود في المدرجات وأذكر دموع لاعبي زامبيا هم مش قادرين يكملوا المعجزة مية في المية أما ذكران الثالثة فهي جديدة من أمم أفريقيا 2019 تأشي الكرة ركل حرة مباشرة مع نيجيريا نفسها بالدقيقة 90 واللي بده يسدد رياض محرز لمنتخب الجزائر في نصف نهاية أمم أفريقيا وهو بيتقدم يسدد المعلق حفيد الراجع عم بكرر حطها بالقول يا رياض حطها بالقول يا رياض وحطها بالقول رياض وأخذ الجزائر للمباراة نهائية اللي توجد فيها زي ما بنعرف على حساب السينيقال لحظة رسمت وربما كانت الأشهر في طريق الجزائر نحو اللقب بمنتخب قوي للغاية واجه كل الأقوية وما حدا قدر يوقفه حطها في القول يا رياض 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 ح فبعث مسج للاتحاد الأفريقي قالوا إحنا مش جاهزين دورو لكم على مكان ثاني يلتعب في البطولة فقرروا ياخذوها لجنوب أفريقيا واللي كانت وقتها تطالعة جديد للعالم كانت البطولة بعنوان جنوب أفريقيا تعود للعالم لأنه أثناء تمييز العنصر اللي كان موجود تجاه أصحاب البشر السمراء في جنوب أفريقيا كانت جنوب أفريقيا يتم مقاطعتها من كل دول العالم تقريبا وممنوع تلعب كريكت أو كرة قدم أو أي رياضة أخرى شعبية عندها مع العالم كانت مطروضة منبوضة من العالم نتيجة العنصرية المفرطة اللي كانت مفروضة من ناس يجوا من بر القارة على أهل القارة نفسهم ودوا البطولة عشان جنوب أفريقيا تتصالح أكتر وأكتر مع بعضها رئيس كيني هيك رفض كان في قصة مختلفة أيضا سياسية في 96 رئيس نيجيريا أعدم معارضين لإله قبل البطولة بشوي فخرج رئيس جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا وانتقد هذا التصرف فتفاجأ العالم كله بأنه نيجيريا حامل اللقب بتقول أنا مش جاي ألعب بجنوب أفريقيا والسبب أنه إحنا خايفين على عبتنا في جنوب أفريقيا لكن السبب الحقيقي أنه رئيس نيجيريا منع المنتخب يروح يلعب في جنوب أفريقيا طبعا كرة القدم في جنوب أفريقيا كانت لأصحاب البشرة السمراء والكريكت كانت لأصحاب البشرة البيضاء أكثر ولكن منتخب جنوب أفريقيا كان يتميز وكان غريب عندنا بتذكر وأنا بحضر كنا نتسأل أنه هاي في عندهم لعبين كانوا من أصحاب البشرة البيضاء ربما أشهرهم المدافع مارك فيش اللي لعب أكثر من 60 مباراة دولية مع منتخب بلاده أيضا من ذكرياتي في تلك النسخة الحارس الرائع شكر الواعر حارس تونس وكانت على الأغلب هي البطولة اللي قدمت الزوبير بيا لأوروبا وبعديها احترف بأوروبا بعد ما قدم بطولة قوية جدا ونروع على رقم 5 ونختمها اتخيل يكون عندك منتخب في ثلاثة جزء أساسي من تاريخ أندي كبير في إنجلترا عندك دروكبة وتشيلسي وتاريخ طويل يايا توري وحجر أساس في بناء مان سيتي وكورو توري اللي كان موجود في بدايات السيتي الناجحة وأيضا كان أساس بفترة أرسنال الذهبية الذي لا يقهر وعدة أسماء مميزة أخرى وتخيل بعد كل ذلك ما تجيب أمم أفريقيا وتخسر ب2006 براكلات الترجيح مع مصر وترجع تخسر مع الجزائر ب2010 مع أنك تقدمت 2-1 بالدقيقة 89 لكن الجزائر بتعادلك بعد دقائق وبتهزمك بالوقت الإضافي وترجع تخسر 2012 براكلات الترجيح ويلف في الزمن وتيجي 2015 وتروح للمباراة النهائية وتواجه غانا وتروح راكلات ترجيح وأول راكلتين تضيحهم خلص واضح القصة انتهى استسلم هذا المنتخب ملهوش حظ بأم أفريقيا لو مين ما جبتوله مدربين رينارد ولا غيره لكن الكرة بتسمت بعد ذلك لسحل العاج عادت براكلة ترجيحة عادلة ثم وصلوا الحال اللي خلص راكل براكلة واللي بيغلط مع السلامة في صورة مستحيل أنساة وهي بكري هون جيرفينيو بيدير وجهه وبروح يقعد وردكة وبحط كرسي وبقولك ما بديش أعرف شو بصير بس تعالوا حكولي أنا ما بدي أشوف جيرفينيو ما تحمل أنه يشوف فريقه بيخسر مرة تالية ما تحملها كلاعب ما تحملها كمواطن وفي النهاية بتسم لأنه أخيرا سحل العاج تحقق بطولة أمم أفريقيا هذه أهم ذكريات شخصية إجت عبالي في بطولة أمم أفريقيا حكولي بالنسبة لكم شو الذكريات الشخصية اللي لو غمطوا عيوبكم هيك وقلتوا أمم أفريقيا شو بتتذكروا شاركونا بالتعليقات ورحمة الله